المحاضرة الاولى حنتناول شابتر سيكس اللي بنتكلم فيها عن المقصود بيه مسئوليات واهداف المراجعة اول نقطة فيه يعني المقصود بيه ايه السبب اللي بيخليني اعمل مراجعة للقوائم المالي the objective of the audit of the financial statement by the independent auditor is the expression of an opinion on the fairness with which they present fairly in all material aspects financial position results of operations and its cash flows in confirmty or in accordance with generally accepted accounting principle اللي هي الجاب دلوقتي حنتكلم على ال steps to develop audit objectives. اول step understand objectives and responsibilities for the audit. تاني step divide financial statements into cycles. وزي ما هنشوف بعد كده السايكل المفروض ان هو يتضمن بعض الاكاونتز اللي هما related to them. زي مثلا الاكاونت payable related to purchases related to inventory. يعني مجموعة من الحسابات بتمثل دايرة يعني. ال step التالت no management assertions about financial statement. الخطوة الرابعة. no general audit objectives for classes of transactions accounts and disclosures. اخر خطوة. no specific audit objectives for classes of transactions account and disclosures. في ما يتعلق بالفرق بين الاررور والفروض والالليجال اكتز. زي دفرنسز امانج اررور والفروض والالليجال اكتز. الاول بس نعره في عني كلمة ارر. 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 المعضوح. الثروض للاضحه الكليد país حيضا خطاة. المعضوح. نتظر الليون المعضوح من هذا القر طبيعي الفروض الالليجال إشعج. الفروض يتضمن ارر.理 طبيعي الفروض له. الفروض الفروض فتعامو حيضاً ارر الت stand for daily. الفروض يعني الفرق ما بين الارر والفروض ان ارر يطعم عدم تعامد با الفروض في تعمد. للنقوز مفوجات العسابية واي أنتهاكة القوانين الأون والقوز الدنيتي. يعني مثلا إيه زي عندنا في مصر كده المصانع اللي على النيل تصرف الصرف ارتاح على نهر النيل ده يعتبر في نقطة برضو مهمة هنا نتكلم على يعني التلاعب في القوائم والتقارير المالية يعني هي تحريفات متعمدة أو إهمال أو تجاهل مبالغ والإفصاح عنها في القوائم المالية لخداع مستخدمي القوائم المالية في موضوع كده بنتكلم فيه عن البروفيشنل سكيبتاسيزم أو الشكل المهني ده في مطالق بالبروفيشنل سكيبتاسيزم هو له شوية عناصر وخصائص خمسين في المائة أو ديشانست خمسين في المائة أعطان قبل أن العوية من السبب والشكل المالية على بخص بلحن على مسبقل المالية يعني ولا تعمل مع شك يعني استفسار على أغل وشك فيها ، عمل شكل المالية والتحر recently بلحن على بكل شكل المالية في كمان الأتوم فيما يتعلق بمسؤوليات المراجعة عن اكتشاف المصفى القرآن تاني هادة critical assessment ودب يعني النداء تاني هادة التناقضات يعني ودب المفروض فيما يتعلق بمسؤولية المراجع عن الاكتشاف الغش الجواري أكتشاف الغش الجواري الغش الجواري المشروع التي يجب أن تحاول الوحيد تحاول الوحيد المعضلة بإمكاني أن تتحاول الوحيد المعضلة للوحيدة للتعاول على مباشرة material misstatement whether caused by error or fraud. يعني المراجع مسئوليته تشمل اكتشاف كل من الأخطاء والإيهاء والغش. لكن مش ده الهدف الأساسي بتاع المراجع. هدف الأساسي المراجع هو أنه يدي reasonable assurance about the financial statement هل البالانشيب بتعبر عن الفينانشال بوزيشن ولا لا بشكل عادل هل ال income statement بتعبر عن result من net profit or net loss ولا لا لكن مسئوليات المراجع أنه هو يتحرق أو يبذل أقصى جهد أو بيسموه professional care اللي هو يبذل العناية المعتادة فيما يتعلق بمسئوليات المراجع عن اكتشاف التصرفات الغير قانونية التي تفوق عمليات الغش للإيهاء the actions on auditor should take when the auditor discovers an illegal act the auditor should first consider the effects of the illegal act on the financial statement including the adequacy of disclosures if the auditor if the auditor concludes that disclosures are inadequate the audit report should be modified accordingly the auditor should also consider the effect of the illegal act of the illegal act on its relationship with management and management and management and management trust 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 next the client's audit committee of others of equivalent authority should be informed of the illegal act if the client does not deal with the illegal act in a satisfactory manner the auditor should consider withdrawing from the engagement finally if the client is publicly held the auditor may need to report the matter to the SEC اللي هي سوء المال في أمريكا أو سوء المال في مصر عموما يعني